إذن على هامش زيارة السيد الرئيس إلى العاصمة البلجيكية بروكسل التقى سيادته مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسلا فاندرلاين وأصرح متحدث الرئاسة بأن رئيسة المفوضية الأوروبية أكدت حرصها على التواصل المنتظم معه في ظل كون مصر شريكاً استراتيجياً مهماً للاتحاد الأوروبي مؤكدة رغبة الاتحاد في مواصلة دفع التعاون مع مصر على مختلف المستويات من جانبه رحب رئيسة سيسي باستمرار التواصل مع رئيسة المفوضية الأوروبية معرباً عن التقدير للعلاقات المصرية الأوروبية ومؤكداً الاهتمام بتطويرها وتعميق الشراكة التقليدية بين مصر والاتحاد الأوروبي إلتقى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع السيدة أورزولا فوندرلاين رئيسة المفوضية الأوروبية وذلك على هامش زيارة سيادته إلى العاصمة البلجيكية بروكسل وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيسة المفوضية الأوروبية أعربت عن تخيبها بزيارة السيد الرئيس إلى مقر الاتحاد الأوروبي وحرصها على التواصل المنتظم مع سيادته في ظل كون مصر شريكاً استراتيجياً مهماً للاتحاد الأوروبي مؤكداً رغبة الاتحاد في مواصلة دفع التعاون مع مصر على مختلف المستويات بالنظر إلى ما تمثله مصر من مركز ثقل للمنطقة شكراً للمشاهدة